بلغ الحمل للنظام الكهربائي خلال اليوم الثاني لموجة الحر التي تمر بها المملكة نحو 3200 ميجا واط وهو الأعلى خلال هذا العام مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبد الفتاح الدراتكي أرجع في تصريح لنشرتنا ارتفاع مستوى الأحمال الكهربائية إلى زيادة استعمال أليات التبريد المختلفة نتيجة موجة الحر وقال الدراتكي أن الأحمال المسجلة في هذا الصيف هذا العام تعد أقل من المسجلة خلال موجة الحر التي تعرضت لها المملكة في شهر آب من العام الماضي حيث بلغت أنذاك 3300 ميجا واط وأكد الدراتكي على أن الطاقة التوليدية المتوفرة لمحطات التوليد العاملة في المملكة تتجاوز 3600 ميجا واط وأن الشركة لم تتلقى شكاوى حول النظام الكهربائي لغاية اليوم ظهيرة هذا اليوم وصل الحمل لغاية 3200 متوقع يطلع قليلا لكن لحد الآن وهذه الأحمال كانت الأعلى خلال هذه السنة أو خلال هذا الصيف الحمل الأعلى تسجل في سنة 2015 في شهر 8 أثناء موجة الحر متوقع من اليوم إلى يوم غد أن يكون هناك ارتفاع لكن من غير المتوقع أنه يصل للمستوى الذي وصله قبل سنتين الشبكة في وضع جيد والوضع التوليدي جيد أيضا جاهز لمواجهة هذه الأحمال وهناك أيضا نسبة احتياطي معقولة وجاهزية وأيضا لحسن الحظ أنه أيضا جزء من مواجهة الأحمال سيكون من خلال الطاقة المتجددة التي يتم توليدها حاليا وتندمج مع الشبكة الكهربائية الأردنية ترجمة نانسي قنقر